ومعنا عبدالهاتف الدكتور علي النعيمي رئيس تحرير بوابة العين الإخبارية ورئيس جامعة الإمارات أيضا دكتور علي النعيمي أرحب بك ما تداعي إلى موقع إخباري جديد هل الوقت الحالي بحاجة إلى مواقع جديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد أن الذي يميز بوابة العين الإخبارية ليس القضية قضية أنها موقع إخباري بل طريقة التعامل مع الخبر وآلية تقديمة وأيضا النظر إلى المتلقي وإتاحة أمام المتلقي خيارات في التعامل مع الخبر بالأدوات الحديثة فالموقع سيكون موقع تكاملي مع عدوات التواصل الاجتماعي فينزج الخبر بين الصورة والفيديو سيركد على قضية ليس تقديم الخبر وإنما أيضا تحليل هذا الخبر هنا السؤال ما الذي سيميزكم في بوابة العين ومن وجهة نظر من؟ أولا نحن سنحاول أن نحلل الخبر الموجود بما يتوافق مع المصالح العليا للعرب وليس للإمارات فقط نحن نشعر الآن أن الخبر يتم صياغة صياغة أحيانا قد تكون خلفها أجندات محددة فنحترم القارئ ونقدم الخبر للقارئ بموضوعية ولكن سنعمل على تحليل أيضا بما يخدم المصالح العليا للعرب وبما يحترم عقل القارئ وذهنية القارئ وأيضا سنحاول أن نبني هذا على رصيد من الحقائق التي تكون مقنحة يعني نريد أن نقدم خطاب مقنع للقارئ وليس خطاب مقنع لنا نحن ولهذا سنعمل على مد الصورة بالفيديو بالحقائق التي تتحدث عن نفسها في هذا الأمر دكتور علي أخبار عالمية ستكون عبر هذا الموقع أم أخبار عن مناطق ساخنة يعني ستركزون على نقاط ساخنة في دول عربية في منطقة الشرق الأوسط والتي هناك الكثير منها حقيقة في منطقتنا الآن نحن الذي سيحدد الخبر الذي ستعامل معه هي الجمهور العام إمامات الجمهور العام وأولوياته نحن سنحاول أن نتعامل مع كل أحداث المنطقة لكن سنعطي للمتابع وللجمهور الحيار في نوعية الخبر الذي يريد أن يتابعه نوعية التحليل، نوعية المقال، نوعية المدونات أيضا التي يحب أن يستقيها ولهذا نحن في الموقع سيكون صاحب القرار والخيار القارئ القارئ سيكون هو يحدد، ستكون لديه مجموعة من الخيارات ينتقي منها ما يناسك لكن سنعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي سنعتمد على التطبيقات الحديثة وسنعمل على أن نقدم ليس الخبر كما قلت وإن تحليل لهذا الخبر وأيضا نقدم الرأي، وفي موضوع المقال سنحفظ على أمرين أولا على أن نقدم أصحاب المقالات المعروفين الذين لهم جمهور وأيضا سنعمل على تسويق وتعريف القارئ بكتاب جدد لديهم الرصانة ولديهم الإمكانية ولهم حق أن يقدموا للقارئ العرب مع تمانيتنا لكم بكل التوفيق عبر الهاتف الدكتور علي النعيمي رئيس تحريب وابة العين الإخبارية شكرا جسيما لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة